نصرح إلى الأدبين تويج مؤخراً تمانية شعراء جزائريين بالطبع الأولى لجائزة محمود درويش العالمية لشعر الحر بالأردن والتي نظمتها الجمعية التقافية للغة العربية والتي تنفس عليها حوالي ألفين شاعر من مختلف البلدان العربية أين فاز عبدالفقادر مهداوي بالمركز الأول عن قصيدته ناصع كالبندقية فيما فاز ربح فلاح بالمركز الثاني عن قصيدته هديل الحمام وتوجه من جهة أخرى عمر محمد بالخير وفاء عبدالوالي بالمركز الثالث عن نصيهما احتضار ملائكة ونوبل للقتال لقتال الرحيم قول وفاز بالمركز الرابع أربعة جزائريين هم بغداد السايح وعقبة مزوزي وكريمة أحلالب ورضا بو بربع